بدأت وزارة الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمرانية العمل بإنشاء امتدار مخرج الإبسيتين إلى جسر الشيخ عيسى بن سلمان وذلك مواكبة للنمو العمراني والتزايد في أعداد المركبات والحاج للملحة لتوفير مداخل ومخارج بديلة لشارع الغوص استمرارا لتنفيذ توجهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول للرئيس مجلس الوزراء للعمل ضمن خطة شاملة لتخفيف الازدحامات وتحسين سيابية الحركة المرورية في مختلف مناطق المملكة بدأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني العمل على إنشاء امتداد مخرج الإبسيتين المتصل بجسر الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وذلك مواكبة للنمو العمراني والتزايد في أعداد المركبات والحاجة الملحة لتوفير مداخل ومخارج بديلة لشارع الغوص وشارع المطار لتوزيع الحركة المرورية في منطقة الإبسيتين والمناطق الواقعة شمال المحرق ويأتي ذلك ضمن خطة المشاريع التي وضعتها الوزارة لمعلجة الاختناقات المرورية في مختلف مناطق المملكة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد لوضع حلول سريعة ومؤقتة لمجموعة من التقاطعات لتخفيف الاختناقات المرورية لحين تنفيذ المشاريع التطويرية الكبرى شرعت وزارة الأشخاص بأعمال إنشاء مخرج بإبسيتين الرابط وجسل الشيخ عيسى بن سلمان ضمن خطة الوزارة لحل الاختناقات المرورية وضمان سيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق بالمملكة بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلن نائب الأول رئيس مجلس الوزراء المشروع عبارة عن تكملت إنشاء طريق 2841 كطريق مفرد بمسار في كل التجاه بطول حوالي 2 كيلو 300 متر كطريق موازي لشارع الغوص وربطه بالشارع بالمخرج البسيتين على جسر الشيخ عيسى بن سلمان الذي تم افتتاحه في اكتوبر من العام الماضي المشروع عبارة عن تكملة إنشاء طريق موازن لشارع الغوص ليربطه بالمخرج الحالي عند جسر الشيخ عيسى ما يستاهم في تخفيف الازدحامة المرورية على شارع الغوص ويؤمن سيابية الحركة المرورية بالمنطقة وبالأخص في جزيرة الساية التي تحتوي على وحدات سكنية وتجارية كما أنه يسمح للمواطنين والمقيمين للخروج من المنطقة مباشرة على جسر الشيخ عيسى باتجاه المنامة ما سيقلل من زمن الرحلة على مرتادي الطريق تنفيذ هذا المشروع سيعمل على انسيابية الحركة المرورية في منطقة الساية وشمال المحرق تخفيف الضغط على شارع الغوص بالنسبة 20% وستصل الطاقة الاستيعابية لهذا الطريق بعد التنفيذ إلى 2200 مركبة في الزوعة ومن المتوقع أن تكون المركبات المستخدمة لهذه الطريق حوالي 300 مركبة في فترة الذروة الصباحية تصل إلى 400 مركبة في الفترة الظهيرة و225 مركبة في الفترة المسائية بعد افتتاح هذا المخرج فإن الطاقة الاستيعابية من المقدر أن تصل إلى 1200 مركبة في الساعة ما سيؤدي إلى جذب جزء من الحركة المرورية المرة على شارع الغوص وتقليل حجم الحركة المرورية عليه بالنسبة 20% وبالتالي تخفيف الازدحام المروري ومن المتوقع أن يكون عدد المركبات التي ستستخدم هذا الطريق 306 مركبة في الساعة في فترة الذروة الصباحية وأربعمائة مركبة في الساعة بفترة الظهيرة بينما يصل ذلك إلى 225 مركبة في الساعة في الفترة المسائية يعد مشروع إنشاء امتدادا لمخرج البسيتين مكملا لمشروع تطوير تقاطع شارع الغوص مع شارع المطار حيث أن هذين المشروعين يشكلان أهمية كبرى لحركة المركبات بمحافظة المحرق قولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين